أنا الأبطال كل فخر أنا النوب الأخ قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي لمشاركتكم مع بعض من زملائي الشجعان لتكريبكم بما بدلتموه من جهود متميزة مع جميع إخواننا وأبنائنا منتسبي المقاومة الوطنية لتحرير الساحل الغربي والوطن من عصابة الميليشيات الحوثية الإجرامية الإيرانية التي عمدت بدماء زكية عزيزة على قلوبنا وقلوب كل مواطن حر وشريف حقيقة نلتم إعجاب وتقدير قيادتكم وأبناء شعبنا المؤمل فيكم خيرا باستمراركم مع زملائكم بالنضال والصموت والتحدي والتضحية حتى تحرير كافة أراضي الوطن واستعادت دولتنا التي يسودها النظام والقانون بحيث ينال كل فرد من أفراد وطننا استعادت كرامته والحفاظ على الدين وعادت تحقيق أهداف الثورة اليمنية ستمبر وأكتوبر المجيدتين وتقديرا لكل ذلك أصطر قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي توجيهات كريمة برفع أسماء عدد من المبرزين والمتميزين لتكريمهم بمناسبة مرور العام الثالث لانطلاقة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اثنين وعليه تم الرفع بعدد 150 فردا من مختلف جادة الوحدات والشعب والألوية والأركانات بتوقيع رئيس عمليات المقاومة ثلاثة وعليه عمد كشف الأسماء من قبل الأخ قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي وأمر بمنح شهادات تقديرية مع مكافأة لكل من ورد اسمه في الكشفات المرفقة بأمر الرقم 1598 وتاريخ 11 مايو 2021 للعلم والأحاطة بأن هناك الكثير والكثير من المتميزين بين صفوف القوات المقاومة الوطنية سوف ينالوا نفس هذا الاستحقاك في نفس هذا اليوم من التكريم الذي نلتموه على دفعات متتالية في الأعوام القادمة حتى تحذير العاصمة سبعة بإذن الله تعالى الموفق ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته